بعد تقارير إعلامية تحدثت عن إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حربها على حزب الله وزارة الدفاع الإسرائيلية تجري تجربة لمنظومة إطلاق وتوجيه صواريخ باليستية دقيقة من قاعدة وسط إسرائيل رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال تشارلز براون قال إن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الحرب ضد حزب الله كما ساعدتها في اعتراض الهجوم الإيراني في أبريل محذرا من احتمالية مساعدة إيرانية للحزب تصريح أمريكي تبعه تهديد إيراني من قائد القوات البرية في الجيش قال فيه إن إسرائيل ستواجه ردا قاسيا إذا غزت لبنان إذن هي حرب تقرع طبولها مقلقة دولا كبرى عديدة وزيرة خارجية ألمانيا أعلنت أنها ستتوجه إلى لبنان وصفة الوضع على الحدود بأكثر من مقلق في حين دعوا زراء خارجية آخرون لتفادي مخاطر توسيع الحرب للشرق الأوسط هذه التحذيرات الدولية تزامنت مع تصريح نتنياهو الأخير بأن القتال الضاري مع حماس شرف على الانتهاء ما سيسمح لإسرائيل بنشر المزيد من القوات على الحدود الشمالية مع لبنان الأمر الذي اعتبره مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بمثابة تأكيد على رفض نتنياهو لخطة بايدن بشأن غزة ومؤشرا على انتقال حرب غزة إلى لبنان